يفتح اتفاق تطبيق العلاقات مع الإمارات وإسرائيل باب واسعاً أمام شركة إسرائيلية للعمل على أعتاب الجمهورية الإسلامية لكنه رغم ذلك لم يؤدي على الأرجح إلى إلحاق ضرر كبير بالروابط الاقتصادية الإماراتية الإيرانية وبحسب محللين قد تؤدي الخطوة إلى منافسة اقتصادية مباشرة بين تجار إيرانيين وآخرين إسرائيليين في الدولة الخالجية الثرية أو حتى إلى خلق فرص لأعمال المشتركة مع التركيز على المنافع الاقتصادية بدل السياسية والإمارات الغنية بالنفط هي أول دولة خليجية تقيم علاقات علنية مع إسرائيل في اتفاق جاء وسط تصاعد للتوترات مع إيران المتهمة من قبل جيرانها بزعزعة استقرار المنطقة وعلى الرغم من التوتر بين الإمارات وإيران الواقعة على بعد سبعين كيلومترا فقط عند مضيق هرمز الاستراتيجي حافظت الدولتان على القنوات الدبلوماسية وحمتال علاقات الاقتصادية التاريخية التي تولد مليارات الدولارات سنويا لكل الجانبين وبلغت قيمة التبادل بين الدولتين المنتجتين للنفط ثماني مليارات وثلاثمائة مليون دولار العام الماضي وفقا لإحصاءات إماراتية رسمية مقارنة بخمسة عشر مليار ومائتي مليون دولار في العام الفين وثمانية عشر وذلك قبل أن تصل العقوبات الأمريكية إلى ذروتها في أيار مايو عام الفين وتسعة عشر ترجمة نانسي قنقر